نأتي الآن إلى عبد الرحمن بن أب الزناد عبد الرحمن بن أب الزناد أيها الإخوة مُؤثَّق الرجل صدوق الرجل صدوق أقل قليلاً من إيه؟ من الثقة أقل قليلاً من الثقة وسوف تعرفون لماذا عبد الرحمن بن أب الزناد طبعاً تكلّم فيه أناس كبيرون يعني كبار أحمد بن حمد تكلّم فيه جرّحه تكلّم فيه أحياء بن معين تكلّم فيه النساعي تكلم فيه ناس من كبار وثقوا أيضا كبار آخرون في الأخير رأي العلماء أنه صدوق له أوهام في مشكلة في حفظه من وين؟ هنا المشكلة قال لك مشكلة عبد الرحمن ابن أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كما قلنا الرابع عن عروة مشكلة عبد الرحمن ابن أبو الزناد في حفظه أنه تغير لما صار إلى العراق ستقول للبلاء كل هذا رأى العراق هتغير حفظه ولذلك الصحيح العدل والإنصاف في ابن أبو الزناد أن حديثه الحجازي المدني بالذات ومدني أهل وسهل حديثه العراقي علمت استفهام والآن هل فيه احتمال أن يكون ابن أبو الزناد تلقى عن عروة؟ طبعا احتمال قائم خاصة ابن أبو الزناد توفي على ما أذكر سنة 74 ومئة مئة واربع وسبعين وهشام مئة وستة واربعين احتمال يكون أخذه في العراق ترجمة نانسي قنقر